السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله سوف نشارك معكم مربع بدون سكر سوف نرى ان شاء الله 4 الانواع كنتو طلبتوه مني حلما مرة هاد الويكند وجدتو الوليدات في هاد الويكند كل سوف نشاركو معكم اتمنى ان شاء الله الفيديو اليوم من الاعجاب للكم وبسم الله على بركة الله نبدأو في الوصفة الاولى الوصفة الاولى فيها 500 جرام دي المشمش المشمش المجفف كيف كتشوفو اللون ديالو هاكدا لانه مجفف بطريقة تقليدية يعني ما في حتى شي اضافة انا كنناخدو في المجازة بيو كيتباع هاكدا وكيتباع احتى في بالنسبة للبنات اللي سكنين فرنسا كيتباع احتى في المجازة بيو اوشون المجازة ديال اوشون اللي كبير لكن واحد الفلاسة اللي خاصة غير بدك شيل بيو وبالمواد اللي بيو كيكون فيها يعني انتو ما كتختارو ماذاكش اللي بغيتو وعندي واحد 500 جرام ديال البرقوق المجفف حتى هما رقتهم ليلة كاملة يعني رقت المشمش ورقت البرقوق ليلة كاملة باش ما اللي غدا نطيبو ما غديش ياخدو ليلة وقت هنا غدا ناخد واحد النجمة ديال البديان يعني لينسون النجمي وعندي هنا واحد لويدات ديال القرفة وبالنسبة اللي ماء تقريبا استعملت كاس كبير ديال الماء وعلى نار هادئة دائما المربى كنطيبوها على نار هادئة ما كنا نجهدوش عليها النار باش يالله كتتتعلك وما كتتتحرقش يعني احتلي فيها السكر دائما كنطيبوها على نار هادئة تقريبا انا هاد المربى هاد اخد لي ساعة لانه مرقد بما انه بات ليلة كاملة مرقد يعني مش ماشو البرقوق مرقدين فما اخدش لي بزا بدي الوقت اه الى بغيتو يتعلك ما زال يعني ما تحتاجوش الطحنه فكتزيدوه واحد نص ساعة اخرى وكتبقوا تحركوا تحركوا باستمرار انا اختارت انني نتحنوه لانه انشف تماما من الماء يعني ما نبقاش فيه الماء اذا بغيتو انتم ما تقدروا تزيدو ليه الماء و تبقى و تزيدو مازال تعالي الكوه يعني لما باتوش الطحنه لانه كيلي ما كيبغيش مربى مطحونه غير هي ضروري انه يكون ناشف تماما من الماء باش ميخسر ليكمش بسرعة راه هادره يبقى حتى ال 15 يوم في التلاج ويقدر يبقى حتى اكتر مهم ما كيخسرش لي انا عمرو خسر لي انا كيبش فتور اني در تقريبا المجموعة كيلو اعطاني يزوج ديال القرعاس و دابا غدا ندوزو باش نوجدو مربى ديال البرتقال اللي تلبتو مني غدا ننديرو انا بالكليمانتين كيجيزوين بالكليمانتين غدا نحك ناخد القشرة ديال يعني غير ذاك الام كيفتو غير البرتقالي ما توصلوش لباش ميجيكم شمر تقريبا نصف كيلو حكيتو خديتلي القشرة ديالو و كيلو يعني المجموع اللي استعملت كيلو و نصف كيلو يعني زولت له القشرة عادي و نصف كيلو حكيت القشرة ديالو كيف تشوفو اللي كتعجبها الماضاق قوي ديال البرتقال و عصرت واحد تقريبا اربعة ديال الحبات ديال العصير لبرتقال هو اللي غادي طيب في هاتلكو فيديو هذا الوقت ديالو كيختلف على اللول هذا تقريبا انا شربعة تسويع و كي طيب هاتجيكم غريبة ولكن نقصت عليه البوطة بغيت ذاك التمر لانا درت فيه تمر ذاك التمر بغيتو كي يدوب لانا يلحستو ذاك التمر في المربة ما كيبغوش لي اولادي ذاك شي باش كان نقص عليه البوطة و كان خليه طيب على المهل على خطره يعني تكونو كتديرو شي حاجة و تديرو وحداكم كل نار تديرو وحدا مشي تديرو كل شي في مرة كيف ما درتانا و امرأ درت كل شي في الكسر هنا اخليتهم يطيبوا على خطرهم بالنسبة الكيمياء ديالتمر انتو ما كتبقوا على حسب ضغط ديالكم يو بتوحلو بزاك ديرو حتى الكيلو انا التمر درت غير تقريبا تلتمية جرام من بعد ما طاب كيش ترى انشف تماما من الماء غدا نطحنو باش ما يبقاش بين ذاك التمر و يلا بغيتو ممكن انكم حتط يبوه و تزيدو ليه العسل وكيلي كيستعمل حبوب الشياء باش كي تقل المربا هذا كيفشتوها هو ولا كريمي يعني ما يحتاج حتى شي حاجة من بعد مني غادي برد غادي يزيد مازالي عقاد مهم تدك العصير البرتقال كيكون تهوه كيزيد يحليه غير هي مني تطيبوا العصير المربا ومعارفة رأسكم ما غاديش تديروا السكر ضرورة تكون الفاكهة حلوه يعني مهم هاد المسألة هنا غدا هادا تشهو ليه ولادي عزيز عليم هذا ديال فرمواز خديته استغجولي لانما ما موجودش دابا مهم ملقيتوش انا في المجازة اللي هدايا اخذت هذا يعني مجمد فيه ربعمية وخمسين جرام هذا اخذته في المجازة بيو اه اوشون عفو نسمحو ليه هنا كيعجبهم ذاك الماضاق ديال الحموضية غدا ندير فيه زوج ديال حامضات انتم ما تقضوا تكتافي وغير بحامضة واحدة يعني مشي دور الجوج حامضات عصيرتهم من بعد انا را غادي نحليه بهذا السيرو ديغابل يعني عصير قيقب اسمي توقلة باللغة العربية سافيه كان قنديد وندوق حتى يبالي بانا كان عيط للضواقه يبال يجبه معك في الماضاق ونحبس هذا احتهوك يبقى مدة طويلة لان فاش كان طيبوه هذا اخذ ليساعة في الطهي فاش كان طيبوه كنخليوه ينشوف مدين من الملماء فما كي يخسرش هذا يبقى تقريبا حتى الخمسة شهر يوم احتهو في الثلاجة بدون ما يوقع لي شي حاجه وخام فيه سكر فتورة بقيت كنزيد بشوية بشوية ومهم ما غدش نعطيكم العبار ديال العسل تقدروا تديرو العسل يعني حتى العسل مزيان غير العسل تأكدو من الماضاق ديالو ميكون شو مجهد وهنا غدا نزيد واحد لمع القاد ياللي انا فاش زد ذكا سمحوا ليها العسل سيغو ديغا بحالي يخفاف ليه فقلت غدا نزيد مع القاد يالحبوك الشيالي لانها كتقل بحال هاد بحال هاد التحضيرات كلها يعني ممكن انكم تتقلوا بها ولما كتعجبكمش يعني ذوك الحبيبات فممكن انكم تطحنوها وهدرا ممكن انكم تصفيه ولكن ما كتعجبكمش هنا غدا نوجد مربا ديال تفاح تفاح عندي تقريبا نس كيلو غنعصر فيه غلقدر تغير قياس قرعة واحدة لان هذا ما تصبرش بزاف وسبوع كيخسر عندي عاصر ديال حبة حامض يعني الحامض الليمون الحامض وغدا نديرو اي طيب من بعد ما طابكي فتوك نخليه حتى كي نشوف تماما من الماء يعني ما كنزيدو لي لما لاحتاجي حاجة على نار هادئة كنخليوه يطيب ومن بعد اللي تقدرو تزيدو لي هو العسب تكي طيب وتقدرو تزيدو لي جوز الهند ديروه يطيب معاه إلا كيعجبكم يعني جوز الهند يعني الكوك الكوك يكون تقدرو تطحنوه لما كيعجبكمش تطحنوه تطحنوه مع التفح كي جزوين غير هو ما كيصبرش بزاف هذا وسبوع صافي انا طحنتو من بعد باش غدا نعطيه واحد يعني ولي كريمي ولي بحل بحشك الزبدة غدا نزيل لي واحد معلقه ديال جوز الهند ديال زيت جوز الهند عفواه ماشي ضروريه يعني لما عندكم مش ممكن تستغنو عليها هي ما يجيش في زيت البلدية كتبتدليه الماضاقة تقدرو تزيدو لي شوية ديال القرفة راني زيتلي القرفة غير غير مرديتش لها البل شوية ديال القرفة غير بشمي تبدلش ليكم اللون شفتو فاش كان عصر علي الحامض ما كي تبدلش لي لون تفح ما كيك حالش سافي هادو هما الانواع ديال المربا اللي وجدنا بالنسبة المربا ديال الكليمونتين ديال البرتوقال كتبقى حتى هي كتبقى حتى الخمسة عشر يوم في التلاجة ثم هي شفتو اولات كريمية حتى هي تقدرو تستعملوها في الحلويات تقدر تعود دخل الفرن بدون اي مشاكل و هاد ديال المشماش و كتجيزوينة بزاف هاد تقدرو تزيدو لي هاللوس و تدرو بها كويرات و تزينو بها الاطباق ديالكم كتجي فعلا فعلا لديدة يعني كنت كن نحضرها شحال هادي و كنزيد فيها اللوس و كنديرها كده كويرات كنديرها حتى في المول و كندخلها التلاجة كتقبط راسها و من بعد كن نزين بها الاطباق اقرأ فيتا تشاركتها معاكم مش حال هادي يعني مدة طويلة يعني شي تلت سنين و قلعه في القناة اتمنى ان شاء الله الفيديو دياليوم انا الاعجاب فيركم و الى فيديو جديد ان شاء الله استودعكم الله الذي لا تضيع و دائعه سلام عليكم و رحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة